باشمعندس حلمي ناس هتزعل مننا باشمعندس حلمي زي حضرتك باشمعندس حلمي رئيس على مصالة بحضرتك رئيس ترسان سويس البحرياس أبكا لأنها وصلني فاندي منور الدنيا باشمعندس حلمي بما ان حضرتك اشتغلت في الملاحة والتوكلات الملاحية وشغل الملاحة واللوجستيات وطبعا عانيت مع السويسة بما ان حضرتك سويسي في تشغيل ميناء برطوفيق ممكن تكلمنا عن ميناء برطوفيق وازاي مقدم يشغله وليه هو لغاية دلوقتي مش هايز يشتغل مش هو المش هايز يشتغل ليه الدولة رفضة انها تشغله الله سلوة انا بشكري كدا ان حضرتك اثرت هذا الموضوع ما انا قلت اتكلم عن احلام السويسة ايوه طبعا هو ده حلم كتير ايوه طبعا ده حلم كتير من احلام السويسة وطبعا انا بشكر قناة البيتسي والبرنامج والبرنامج برنامج احلام مشروع اللي بيتطرق الى احلام السويسة وطبعا من اهم احلام السويسة هو اعادة فاكش ميناء برطوفيق حضرتك لو نشوف اصل المشكلة بتاع طغوط ميناء برطوفيق ميلاد الطوفيق كان لن اكثر واهم مواني السياحة والسياحة الدينية وانتقال الركاب والعنجئ بالخارج الى جمهورية مصر العربية نتيجة لخطأ انها او يعني فيه نوع من الفتاة حصل في الوقت اللي هو فيه حق السنة الفين والسنة لحتى غرض السفينة السنة 98 مش معنى ان حصل فيه خطأ او ان فيه حصل تجاوز من بعض الملاكس السفن في هذا الوقت اتى الى كافة سحرية بلاحية على سوى النقل البحري راح فيها حوالى 1400 روح الاخرية وبعض العرب اللي كانوا بين ميناء جدة وميناء السود فالمشكلة عصلت من هنا وطبعا مش معنى ان فيه خطأ ما او فيه مشكلة عصلت من هنا في الميناء لو هذا الكلام يطبق على اي مشكلة لو مثلا فيه عربية توبيث او وطبعا عمل اتحادث يبقى اهلغ العربيات والنقل البحرية عشان تلاسعت من الشربة بتنفخ في الزبادي مش عايد اشتغل الميناء علشان خايف يحسن نفس اللي حصل في سالم اكسبلوس المرة تانية لا افاند المعلومش حضرتك وطبعا كان فيه خساد مستشف فيه النقل البحري في حق عن سنهاية التفانيات والالفين كان فيه احدى شركات النقل البحري مستحوظة على تسعين فلمية من النقل البحري في ميناء السويس والبعض المهاني هذه الشركة كان تسنودها بنفوذ من بعض اصحاب النفوذ بتنحها انتيازات غير عادية بذلك انها كانت تضرب عرض الحق بالقوانين البحرية وبتعلامات السلامة البحرية في ميناء برتوفيين وفيه مدخل قناة السويس وربنا سبحانه وتعالى اضع اندار لهذه الشركة لجمهة مصر العربية حينما ضربت احدى السفن بتعليمات ضابط ميناء بقناة السويس اثناء بروج بعض السفن في قافلة الشمال اللي طالعا من القناة ودخل البحر الاحمر السفينة هذه لم تستمع لتعليمات ضابط الميناء واحترقت خط مصار السفن الخارج من قناة السويس وقت الى ان احدى سفن السفن التجارية راحت خطة فيه سفينة ركاب وكاتت تغرقها وكلام ده كان اعتقد في رمضان سنة ستين وخمسة والحمد لله ربنا لطف شعب مصر وان تم الحمد لله بواسط قاطرات قناة السويس والانشاة الهيئة وبعض الانشاة الانشاة تم انقاذ كل الركاب من على السفينة الا ان هذه الحادثة لم تعطي انظار حقيقي لانكاسة از احنا مقتلين عليها الى ان حدثت غرق السفينة السلام وغرق على متنها 1400 روح طب يا فندم طب يا فندم ايه برضو يعني خلقت دي ماشي دي حادث حصل ليه دلوقتي لحد دلوقتي ميناء برتوفيق لا يسكنه الا الغربان ليه ليه مش عايزين يشغلوا الميناء ليه لم يتم عادة بفتح الميناء يا فندم الميناء جاهزة وتم مصرفه اكتر من هشفين مليون واشتغل تلت رحلات ايانين لوق العرب السروي العرب السروي شغلها تلت مرات تلت رحلات او ست رحلات على معظم ستة تمام اه تم طرف ما يقارب عشرين مليون جنيه على تطوير ثلاثة بطر والوصول والجوازات لخدمة اعمال الميناء وتنقل الركات بين ميناء برتوفيق وميناء جد لاسف كل هذين الاستثمارات اللي دفعت في ميناء برتوفيق حاليا غير مستجلة ومعظم اصحاب المراكد باعوا هذين المراكد هردة والنقل البحري المصري اضعف الى قرق السور والدحري قافلة اخرى من المراكد الخرجة البداعة بانتقاب الفروس نتيجة العدم تاجد طبعا ده ساتك اعتبر هادر المال العام وديادة للبطالة للعمالة البحرية والعمالة الفنية اللي على السفن اللي المهاردة قاعدين على الاهو المشنائيين فرصة عمل على السفن المصري فانا من هذا المنبر المحترم اللي باشت ساتك عليه مرسي وريد يكون هذه الرسالة واضحة لتاج المهام بشام ابو سنة في حيث هي المهام البحر واحمر كما يتم الدعامل مع مينة تفاجع في سفن الركاب يتم فتح مينة بورتوفيق مرة اخرى في سفن الركاب احنا يا فندم نضم صوتنا لصوت حضرتك وبنطالب باعادة تشغيل من اقبر توفيق ومشاكرين جدا يا فندم ونتمنى ان شاء الله اللي حاجة تشرفنا في الاستوديو مرة تانية وهارجع لمرجوعنا وهو